هلا حبيبي اتمنى لكل يكوني بخير اليوم راح نعمل توقعات برج الحمل ولمنفصلين مرتبعتين يعني والنصيحة كذلك وكل شي بخص برج الحمل ورح نبلش راح نشوف كمان راح نشوف المادة يعني الشغل وكل شي وكذلك راح نشوف عدد كمان راح نشوف صحي اول شي راح نشوف نشوف مالي راح اخذ هالورق اوكي حبابي يعني هالورق للمال يعني بحياتي اوكي حبابي اوكي يعني اول شي طال علي كارت الزواج اول شي طال علي كروتكم طال علي كارت الزواج اوكي حبابي يعني من الناحية المادية اوكي فيكم اللي بيفكر بزواج يعني يجبع فلوس ويتزوج بزواج منشان تزواج وفيكم انا راح يعني راح اقول جميع يعني يعني جميع اوكي اول شي طال علي كارت الزواج اول شي طال علي كارت الزواج اما انتو بدكم تتزوجوا يعني تجمع فلوسوا وتتزوجوا اول شي طال علي اوكي حبابي هلا يعني فهمت ايه اذا كنت انت مره راح يجيك عرض الزواج او اذا كنت انت رجال راح يجيك راح تعطي يعني عرض الزواج فهمت علي وفيكم فيكم يلي يلي انسرق من عنده شي شي يعني خاص بالمال يعني فاتحت اورقها للمال يعني هذا سرق منكم شي وانتو بدكم عدالة عدالة تتحقق معكم يمكن عندكم قضايا يعني قضايا في يعني قضايا في المحاكم من حدا سرق من عندكم شي بس اهم شي الكارمل صالحكم ويمكن يمكن كمان حدا لسه رح يسرق من عندكم شي اهمتو علي الناس اللي عندهم مشاكل قضائية يعني بشوف رح تنتسروا رح تنتسروا ورح يموت كل الاشياء اللي اشياء يعني اللي كانت صيئة في حياتكم رح تروح ورح يجي مكانها حالات جديدة ورح تكون متحكم انت في حياتكم متحكم في مشاعرك متحكم حتى في الاموال كنتو علي حبادي كمان يعني ممكن انت بدك يعني عدالة كمان تتحقق معك اه وبدك يعني تاخد حقك من انسان ما يعني سرق من عندكم شي ممكن مال ممكن ممكن يعني شخص ممكن سرق من عندكم شي سرق من عندكم عمل فهمتو علي حبادي يعني الكارما متخف يعني الكارما مجميل احوال الكارما يعني الحد لصالحكم انتو حبادي كمان يعني بشوف انتو بتستنوا يعني فرصة بتجيكم وبتستنوا كمان فيكم اللي بيستنى اه بيستنى الاشياء اللي زرعها اللي زرعها اللي حصودها فهمتو علي الاشياء اللي كنتو بتشتغلوا بتشتغلوا عليه يعني مدة طويلة بتستنوا انها يعني تعطيكم الخير وكل شي حلو اللي بتستنوا رح يجيكم ان شاء الله خير حبيبي ورح يكون عندكم كمان استقرار مادي ورح تجيكم رح تجيكم كمان فرصة مادي يا حبادي كنتو علي رح تكونوا مستقرين ماديين اللي مستني فرصة شغل او فرصة يعني فرصة شغل وهيك رح يجيك فرصة شغل ورح تكون مكتفي ماليا ورح تكون مرتاح فيها حبيبي اوكي اوكي حبيبي رح ناخد كمان ورق نشوف يعني طاقات سرابي و اوكي 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 رح توضح عندكم شمس رح توضح الشمس رح بشوفه كل شي على حقيقته وبشوفكم يعني عم تتصدقوا هاي الايام كتير حبيبي ورح تجيكم يعني في العمل او يجيكم مال رح تجيكم فرصة عمل او مال يعني انتم محتاجين لما تجيكم لما تجيكم هاي فرصة المال رح تتحرروا من هالتعلق يعني انتم متعلقين بشي ممكن متعلقين يعني بالشخص يعني بتحصر عالشخص اللي سرق منكم وعنكم بشي كمان ممكن ممكن حبيبي يعني الخلاصة من هيدا القراءة بتاعت المال يعني انت رح يجيك عارك ورح توضح عندك كل شي ورح تاخذ حقك لو كنتم مستني حق في المحكمة او انك تربح قديمة رح تربحها والحض لصالحك مئة في المئة حبيبي اوكي واللي مستني فرصة العمل رح تجي فرصة العمل وكمان رح يجيك مال ورح تحصد كل شي يعني يعني اللي زرعته رح تحصده اوكي حبيبي ويعني عندكم فرص كتير هيدا الشهر ما حاولوا ما تضيعوا الفرص اوكي حبيبي هلا رح ننتقل للعاطفة رح ننتقل للعاطفة اوكي حننتقل للعاطفة شو نخبيلك يا برج الحميد هالشهر بالعاطفة ما احوال حبيب تقصد انسا اوكي اوكي حزاري ما احوال الحبيب ما احوال الحبيب ما احوال الحبيب وشو جاي في الطريق يا برج الحميد اوكي وشو احوال الحبيب بالأول كنية القراءة ما بتبشرنا بالخير عليك يعني. بس بصراحة أسفى حبيبي واقع. بأول القراءة بصراحة ما كنت بتبشر بالخير. بالخير يعني بس بعدين حابي بشوف يعني. ممكن انتو هلأ قلبكم مكسور. سنرح طلع طاقتكم. سوريا من السيطة. أخذكم حبيبي. بس بر. بس بر. بس. لا. يعني بحتيجي بتتأكد يعني بحتيجيكم فرصة. بحتيجيكم حبيبي بفرصة. أخذ هذه. فارتله. أوكي. 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 بشوف يعني. ممكن انتو عندكم علاقة طولتي. او انتو مريتو بحياة يعني في علاقة طولتي. اوكي حبيبي وبحسكم يعني بتطارعوا بتطارعوا نفسكم بتطارعوا قلبكم وعقلكم مع بعض يعني متطارعين. لسه ما يعني بتطارعوا مع بعض. لسه ما عارفين يعني شو بردكم. لسه ما قادرين انتو اقفوا على يعني على يعني وقف زي ما بتشوفوا. هذا الانسان واقف على رجل واحدة. لازم انتو الرجل التانية توقف على اتنين ما توقفوا على رجل واحد. همتو عليه? بصراحة عم شوفكم عم تتسرروا يعني كثير مع نفسكم. طاقتكم هاي. وممكن هل كسرة القلب من علاقته التي مريتوا بها. او انتو كانت عندكم علاقته التي. اوكي حبيبي او الشارك يعني ممكن تكون القراءة عكسية. بس انو قلبكم يعني مكسور. شوفي ان قلبكم مكسور حبيبي. بس هل كسرة القلب ما رح بضل كتير. كنتو عليه? هاي كسرة القلب ووجع القلب وهي الشي ما رح ما رح يطول معكم. لاني عم شوفكم عم تحتفلوا. رح تحتفلوا بشي رح يصير عندكم. وبحسكم كأنكم انتو انتو رح تكونوا يعني جالسين. اوكي. عم شوفكم يعني السعادة جايتكم حبيبي زي يعني زي يعني الزي قلت لكم. يعني بشوفي السعادة جاي يعني بشوفي السعادة جاي. ورح ترمو كل شيء وراكم. هي كسرة القلب رح تتركوها ورح تحتفلوا. ورح توصلوا للسعادة. للسعادة يعني هي السعادة المكتمرة. يعني ما رح يكون نقصكم شيء. اوكي حبيبي. وانتو راح تجلسوا وما تعملوشي يمكن عن اهتمام او شي يمكن عن اهتمام اوكي حبيبي يعني راح تجلسوا في مكانكم والاهتمام والحب راح يجي عندكم اوكي حبيبي احسكم كأنكم تشتغلوا على الشي يعني تشتغلوا على الشي في الخطأ يعني مو عالمين عليه شي عمل علاقة ممكن اوكي حبيبي بشوف راح يجيك عرض بس انت يعني بيت زي ما بنقول يعني بتبكي علي الاشياء اللي مضت يعني تشوف العرض اللي جاي يعني ممكن يكون احسن من اللي فات شوف حبيبي كمان عندكم عرض كتير جيت معانوا في هالعروض بس مو عارفين تاخدوا خطوة بشوف كمان يعني يعني عينيكم مغمضة يعني ما ما عم تشوفوا الصح بس شايفتكم في الاخر راح تشوفوا الصح وراح توصلوا للسعادة اللي انتو بيدكم يعني راح توصلوا الاشياء اللي يعني الاشياء اللي بتخليكم سعادة مكتملة تنمتوا عليه حبيبي وشوف يعني كمان راح يجيكم عرض يعني عرض سماح يعني يطلبوا منكم السامح ويقول لك انا اسف او تقول لك هي اسفة تنمتوا عليه حبيبي وحيجيكم عرض راح شوف هذا العرض من شخص يعني شخص 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 ماضي يعني قديم والجديد يعني هالعرض عرض الحب عرض تسامح يعني راح يكون شخص قديم اوكي يا حبيبي يعني هادا الشخص كان كان توأم هادا الانسان هذه كمان كارت برج الجوزاء بشوفك يعني تلعت الورقة يعني معدول يعني انت راح تنفك من هالتعلق اللي كنت فيه ومن هالكسرة الاب وعم شوفك يعني عم تروح للسعادة يعني عم تعرف طريقك في الاخر عم تعرف طريقة الطريقة اللي انت لازم تمشي فيه هانتو عليه حبيبي اوكي راح نشوف عن المرتبطين هي طلق هي الطاقة العزين يعني انتها منفصلين اوكي وقع هالورقة راح اخذها اوكي يا حبيبي يعني كمان بشوف بشوف كمان يعني خط هالاوراق اللي الناس اللي المرتبطين بس تلعت لي كم منطقة منفصلين عم شوف ان هذا مشي في حياتكم عم شوف ان هذا مشي في حياتكم بس جيتكم فرصة جيتكم فرصة راح تكون ممكن بنسبقكم ما تكون مرضية بس راح يجيكم عرض بشوفكم كمان عم تتحصروا عشين اللي انهدم عم تشوفوا الماضي وعم تقولوا ليش صار انت لازم ترتاح عم شوفكم لازم ترتاح ولازم ترتاحوا لازم تعطوا للماضي ظهركم ويتأخذوا يعني تودوا الناس اللي معاكم في مركبكم اللي راح يمشي للامر يعني تاخدوا معاكم ناس اللي بتستحن فهمتوا عليه حبيبي يعني هالطاقة اللي وصلت من بصراحة ما عم شوف تلعت للطاقة مرتبطين اكثر الطاقة منفصلة طقي حبيبي احقول لكم الطاقات والابراج برج العقرب اه برج الميزان برج الجوزاء برج الاسد قلنا الميزان اه وطاقات نارية وطاقات هوائية وطاقات كمان ترابية وطاقات زرابية وطاقات هواائية وطاقات هواائية وطاقات هوايية وطاقات الأسد هاي الطاقات اللي يعني اللي طلعت لي في العطقة والابراج هلأ رح نشوف الصحة حبيبي الصحة كيف صحتكم رح نشوف كل شي اللي جديد حبيبي يشترك في القناة واللي يعني اللي يقديم معنا في القناة يضغط على زر اعجاب بحبكم حبيبي كثير يتمنى دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية اكتب لي في القناة في القناة اتماشت معكم وشو ويعني شو المواضيع اللي بدكم يحكي عنها توقعات شو اي موضوع اللي هعمل لكم رح ناخد الصحة زي ما قامل الصحة زي حاجكم رح شو ما قامل زي موضوع اللي حوما ق نفس الطاقة عم تتكر بصراحة عمشوف صحتكم شغية مستهورة حبيثة ممكن ان يكون يوجعك ضهرك ممكن ان تبين الناس انك شطار انك ما على بالك بشي انك عايش منيح ان كل شي بخير بس حبيبي عمشوف جواتكم حزن كبير عمشوف حبيبي حزن كبير عمشوف يعني بتفكروا 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 كتير بس بتحسوا كأنكم مقادرين تلصلوا عمشوف ممكن ان تروحوا عند الدكتور من شان انكم ما بتقدروا بتناموا بالليل بتفكروا كتير عمشوفكم يعني اصعب شعني ممكن ان تكونوا بتبينة للناس انكم بخير بس انتوا جواتكم حزنانين كتير مقادرين تناموا بالليل كمان في اشخاص منكم مقادرين يناموا بالليل حاولوا ترتاح اذا راح اخذ لكم كمان نصيحة من المقادرين النصيحة بتنصحكم النصيحة عم تنصحكم انكم انتم ما تضلوا يعني بشوفكم يعني نفسيتكم اللي يعني يعني فيها المشكلة نفسيتكم من جواتكم لازم تبتاحوا لازم ما تفكروا في المشاكل المشاكل اللي عادت همتوا عليه ما تتحصروا على الاشياء اللي راحت تركوا كل شي وراكم تركوا المشاكل تركوا الهم منشان توصلوا لل الانتصار لما تتركوا كل هالشي راح تحصوا بالانتصار همتوا عليه واي شيء اي شيء بيزعشكم اي شيء بيخليكم تدخلوا في حالة اكتئاب يتركوا ويمشوا يعني متلفوش وراكم وتشوفوا ايه اللي خليت من وراك يعني اي شيء بيوجعك اي شيء بيخليك يعني تدخلوا في حالة اكتئاب تتركوا وفل كل صراحة يعني يتقبل نفسك يتقبل جسمك كم الشيء ومتوا عليه حبيبي اوك اه راح قول طاقات برج الثلو وبصراحة يعني من تتعلي هالورقة بشوف يعني كل الابراج طاقة ناري طاقة ترابي طاقة مائي وبرج العقرب طلع معي برج العقرب اوكي حبيبي هلا رح تكون قراءتنا انتهت و بحبكم كتير لسلام لسلام ومشترك في قناتي اشترك بحبكم حبيبي